فيلم الرعب الجديد The Exorcist Believer يفوز بأسوأ فيلم تابعته في هذه السنة هحاول أختصر في هذا المقطع لأنه عندي كلام مهم في النهاية انتظرنا هذا الفيلم بحكم أنه مربوط باسم التحفة الفنية The Exorcist اللي نزل في عام 1973 شتان وفرق شاسع بين هذول الجزئين الأول واحد من أفضل أفلام الرعب والثاني من أسوأها على الإطلاق بالنسبة لي فيلم قدم لقصة ضعيفة وكتابة سيئة وحداث متسارعة وغير منطقية وطاقم تمثيل ما لهم أي علاقة بشيء اسمه الرعب والكلام هذي انطبق على المخرج كمان فيلم بدايته سيئة ونهايته أسوأ وكان محبط للأمانة تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو أربع من عشرة شدوا بعادكم يا الفلسطين شدوا بعادكم في هذه الأيام يا جماعة أخواننا في فلسطين في أمس الحاجة لدعواتنا وهذا الشيء الوحيد اللي نقدر نقدم لهم فكل اللي يتمنى منكم إنكم تكثف دعواتكم في هذه الأيام أسأل الله أنه يحميهم وينصرهم على القوم الظالمين السلام